كما تواصل أجهزة الدولة جهودها في طرح السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مؤخفضة وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية من بين 1300 مجمع استهلاكي يقدم مجمع المصرية بمدينة نصر خدماته في توفير السلع الغذائية بكميات تصل لـ 50% عن المعتاد بالإضافة لعرض تخفضات تصل لـ 30% على السلع المختلفة عندنا السلع متوفرة بتخفضات 25-30% في أغلب السلع خاصة عن السلع الغذائية عندنا مخزون استراتيجي كفينا الفترات طويلة على الأقل 3 أو 4 شهور لكل السلع مش السلع الغذائية بس التخفضات على أسعار يميش رمضان وعلى قراتين رمضان وشنط رمضان بنفس نسبة التخفضة لتحذق عليها 20-30% وتنفيذا لخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية المجمع يلب احتياجات البيت المصري من سلع الأرز والزيت والسكر بالإضافة للدواجن واللحوم وغيرها من السلع التي أقبل عليها المواطنون خاصة مع وجود كرتونة رمضان التي تقدم بأسعار منخفضة تزامنا مع إقامة معارض أهلا رمضان استعدادا للشهر الكريم كل يوم بعد من هنا أنا راح شغل وأنا جاي من الشغل وأشير من هنا على طول كل حاجة متوفرة وركيسة جدا بأسعار أقل من بره بكتير كميات متوفرة والأسعار زي ما هي متغيرتش يعني قبل الأحداث وبعد الأحداث الأسعار هي هي أنا لسه أخد حاجاتي كلها هنا هيت بنفس السعر ما فيش حاجة زادت فعلا هنا الأسعار أقل من بره لنا بره غلى رهيب برضه وفاحش على سبيل المثال هنا مثلا اللحمة ب95 جنيه سوداني بره بمئة وسبعين ومئة وثمانين ومتين جنيه السلة كويسة والكميات بتاخد يعني هي مناسبة ليك الحاجة التانية هي بصراحة أسعارها محلوة وأنا بأمانة ربنا دايما بجيب من هناوة الحاجة سواء لحمة أو سكر مكارونات زيوت كل حاجة جهود متواصلة من الأجهزة التنفيذية والرقابية لضبط الأسواق ومنع محاولات الاحتكار لتوفير السلع الجذائية بكميات كبيرة تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي محمود جميل التلفزيون المصرية